يسعد كل اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم اليوم رح سوي معكم تطبيق لطنجرة اليبرق متل ما بتعرفو اليبرق او ورق العنب هلا موسمو استغلو يكون هيك فرش وتازا وشو في شغلات فرش ممكن تنحط معو كمان استغلوها اليوم رح عطيكم افكار لتطبيق اليبرق انا منزلي بقناتي الطريقة الاصلية على الاصول وكان هيك مدعوم والطعم كان دمار كمان نحنا فينا نلاقي بدائل نحطها وناخد طعم رائع وسأسأة لهي الاكلي بالزات تعرفو هالاكلي لحتى ندللة وتطلع هيك رطبي وسأسأة بدها حباشات متل الرياش او لحمي او شرحات ممكن تعظيمي او اي شي من هاد انا ما كان عندي بس استخدمت البديل اللي هو جلد الدجاج وحطيت كمان معاه الانجنار والحسروم يعني شو طلقت اكلي عن جد كتير كتير طيبي والثوم مرهم لحال وحكاية بتمنى تتابعوا الفيديو وتحبوا الفكرة اذا مو مشتركين بقناتي اشتركوا وفعل جرس تنبيهات عليكم حتي يوصلكم كل شي جديد اذا حبيت الفيديو شفتوني بستاهلوا تحطوا لايك وهلا خلا نشوف الطريقة مع بعض اول شي انا اختصرت مرحلة تتبيل وتتبيل ولف اليبرى لان هاد الشي صار معروف وكل حدا له طريقته الخاصة انا منزلي الطريقة بالتفصيل بقناتي اذا بتحبوا تشوفوا طريقتنا رح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف كمان بنزلي طريقة حفظ الورق بتدوم لاكتر من سنة خارج التلاجة وطريقة مضمونة والحمد اللي اخدت صدا كتير كبير على اليوتيوب وصار عليها تجارب كتيري واذا انتوا ما شفتوا الطريقة بتمنى تشوفوا الفيديو ولا تروحوا عليكم طريقة الحفظ انا استخدمت الورق الفرنسي رح استخدم معو هالمكون الطيب الطبيعي اللي هو ليت الخاروف افضل ما نستخدم زيوت المهدرجي والسمن النباتي انا افضل نستخدم الليه معطع هاي قطع صغيري رح استخدم كمان المكون الثاني اللي رح يعطيني سقسقة وطعمي طيبي اللي هو جلد الدجاج شوفوا كيف منظرهم بشهك كأنكن عاملين فلن يبرق هلأ بتكون تقولولي خاصا جماعة اليع وما بعرف شو انه جلد يعني كيف تقبله تعكله رح قلكن شغلي منوح عليها سكركن انه اكتر الاكلات اللي مناكلها الطيبة ان كانت بروستيد او كانت دجاج مشوي او دجاج المحشي او كان الفروج مع البطاطا او الشاورمة الاكل الشعبي اللي اكتر الناس بتحبه وبتاكله بكتره بالشوارع او بتصوير بالبيوت يعني بده شيء يرطبه او سقسقة وبيحطوله جلد يعني جلد الدجاج متل ما هو رح اتركوا مع هذا المقطع حتى تشوفوا تحضير الشاورمة بالمحلات كيف اكيد بعد ما شفتوا هذا التوضيح رح يكون استخدام الجلد امر كتير عادة وانا استخدمت الجلد يلي على الفخد ما استخدمت منطقة الرقبي او الظهر لأ شوفوا كمان شكلا ما احلا وبيض يعني جاهزين لللف متل الورق غسلتهم بخل وملح وصفيتهم من المي شوفوا ما احلاهم يعني عن جد لا تستغربوا ابدا كتير بيطلع طيب التتبيه اللي تركت منها شوي وطبعا التواب اللي فيها هي حسب الرغبة انا بحب حط نعنع مع اليبرق كتير بيطلع طيب جربو وبالاضافة للتوم والفلفل وفليفلي معلقة السمنة واللحمة اكيد وشوية الزيت صغيرة لفرفة الرز واكيد الرز رح يكون قصير بحضر طنجرة بحط ورق عناب طبقه من تحت حتى ما يحترق معي شي ورح استخدم اليوم الانجينار او الارضي شوكي او الخرشوف هذا الفيديو اللي صورتوا معكم من فترة شوفوا ما احلاهم مراطبين بعضهم تمام وطريقة الحفظ سليمي منسوب الماي شوي يعني بيقل بس ما تاكلوا همان وخربان ابدا مرتبان طالما مضغوط ومسكر محكم ما بدخل هوا فعملية الحفظ سليمي وبتضل لاكتر من سنة او لحتى تفتحوهن هدول الاثنين اللي ساويتن بالاضافة للمتلاج هدول طبعا خارج البراد وهاي رح استخدمها كانت بالفريزر طلعتها ورح احطها هلا بهذا الشكل كتير كتير طيب طلح حامض بشاهة ودايب دوبان متل ما شفتوا ببداية الفيديو يعني بنصحكم اتجربوا حطيت حصرهم اللي هو اللي ما بيعرفوا شو نقصت فيه بسوريا هو العنب اللي بعده مناضج الحامض هذا بنعمله عصير وبديل الليمون بس الليمون بيضل طعمته اقوى لكن هذا بديل بحال كان الليمون غالي تمام انا رح احط كمان عصر الليمونتين اخر شي حتى ما يكز الورق ما بحب كتير الحمض بالبداية رح احطهم كمان متل ما هو هذا البلدة وراحط قطع ليه ليه الخروف لا قبله ولا بعده بصراحة يعني فيكن تستغنوا عن اللحمة والجاج وتحطوا اللي تطلع الاكل غرام وهي بلزمنا حمض رح احط رشة ملح انا بكل طبقة عم حطة رح احط رشة ملح هيك بوزع الملح ع الكل وما في داعي ان يحلو بالمي وبقى وزعو رح احط رشة فلفور صغيري عالانجينار وحط هلا طبقة ورق مرسون جنب بعضهم انا بصراحة ما بحب ربطو حب قلبو قالب بيطلع متل ما شفتو غير شكل ومنظروا بيطلع عن جد هيك بيشهي اكتر متل ما تلكو رح احط على كل طبقة رشة ملح صغيري ملح صخري انا مستخدمه هو فيه خشوني غير الملح اللي فيه يود هلا رح احط طبقة من الجلد اللي لفيتهم ورح لفها لقدامكم اللي شوفكم كيف طريقة اللف يعني صدقا هاي الاكل كتير طيبة ويلي ما بيحب الفوارغ او بيحبها يجرب ياكل من هاي قريبة شوي لنكهة الفوارغ وهون نحنا يعني عم ناكل جلد نظيف مو متل الفوارغ او الاشي بتعرف وبده تنظيف وشغل وفي ناس تكره ريحته او بتقرف يعني بشكل عام بس عن جد الجلد غير شكل طعمته شايفين كيف طريقة اللف كتير سهلي وبسيطة رح لف كم واحدة بس مجرد ان افتحها مثل الورقة بحط شوي من الحشوة ما تكترو كأنكو عم تلفو يعني يبرق نظامي شايفين ولا اسهل من هيك هو ع الاستواء رح يضب لحاله ويلزق جلد عبعضه يعني رح يحافز على الحشوة جوا وما رح تطلع لبره اذا كانت الاشي رجيب هيك من ضبه لجوه منهز بشكله وبس ها هي بكل بساطة انا بصراحة كتمت ترددي من تصوير هذا الفيديو بس قلتي ممكن كتير ناس تستفيد وعن جد بيطلع طبق اليبرق صدقا يعني شهي شهي جدا والطعم خرافة من الاخر في ناس بتحط جوانح بتحط جاج بتحط اوانس كبدي رياش شرحات يعني اي شي هيك يطلع طيب مع اليبرق هاي انا عملت طبقه رح احط بس عليهم رشة فلفل مشان هيك نتبلهم شوي ورشة ملح وبتابع وضع كمية الورق بحط اخر شي كتم وايضا الليه ورح اضيف كمان شغلي مشان تساعد عا استواء اليبرق ونفس الوقت تعطيله معه هو استخدام زيت الزيتون هلا بيشوف كيف واخر شي بيختم برشة ملح رح احط طبقه من الورق كمان حتى يضغط الحرارة ونفس الوقت يحافظ على لون اليبرق هذا الفرنسي شوي بيغمق عا الطبخ مو مثل البلدة بس انا مشان حافظ على لونه بغطي بهاي الطريقة متما تلكو رح حط زيت الزيتون مشان اللمعة بهاي الطريقة بوزعو حتى ينزل لتحت وطعمته كمان كتير طيب زيت الزيتون معهم هلا بحط ماء عادي من الحنفية يعني يادو بيغطي اليبرق مات كاترومي هو رح يستوي على البخار هلا انا لاني مستعجلي بصراحة رح اقوي النار بالبداي تكون عالية وبعدين بس البلدة الشيغلة بدي هدي وحطو على نار شمعة العين الصغيري رح اضغطو كمان بورق الزبدي واتقل اكيد هلا بس اللي يغلي متل ما اتلكم ننوص عليه عالاخير ونتركه لحتى تقريبا ميته تنشف هلا انا بخلي شوي من المرئة بالعادي بحب نشفها بس زوجي بحب بياكل جنبه المرأ يلي بينزل منه لهيك بخلي شوي ما بنشفه عالاخير اللي عادة انا لازم نشفه عالاخير تقريبا شايفين بنقلو على العين هاي الصغيري الشمعة عالهادي للاخير قبل الاستواء وبنص ساعة مثلا بحط عصير الليمون بيبين معي اذا استوى او لا من كتر مصاخن ما نقدراني بصراحة كنت امسكه رحط انا عصير ليمونتين كبار نحط حمضه مزبوط وفي ناس بحط جارنك كمان بيطلع طيب مع الحسرون برجع بغطي وهايك بعد مرور خمس ساعات على النار طبعا كل ما تركتو لليبرق وداب دوبان بيطلع اللزه اطيب بس انا ما هتفيني حطه اكتر من هيك هو استوى واموره تمام ودايب مستوى هاي كمية المية اللي بقيت شايفين يعني شو بدي الكن منظر بشهه بصراحة الانجينار كتير كتير طيب تجربوا ولا تندموا رحط هيك شوي كمان من المرأ لتسقسي اكتر والترطيب شو رأيكون مين اشتهى ع هالمنظر اذا كنتو مع الشاء اليبرق اكتبولي بالتعليقات وشاركوني شو بتحطو معو حباشات لحتى ناخد افكار وانا حبيت شاركو بيهالفكرة ومنزلي كمان مسبقا الطريقة الاساسية شوفو منظر هالاصابع لمعتن شوفو حبات الرز شو مفرفدي ما انا مهرسة يعني حطيت شوية زيت مع التبلي عن جد عن جد كتير كتير طيب بدوموا بألغة ما انا قدران يقصف على قدما كانوا كتير طيبين يعني نناكل اليبرق ولا اصابع الجاج ولا الانجينار تشوفو كيف دايب فارط رايح نيفا والحصرهم كتير كتير طيب هيكي لما بتاكلوه عن جد غرام والقطيب الشي كمان نختم ب هالمرهم هاد التوم البلدي شايفين ما شاء الله ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو ونعلق اعجابكن الطريقة جربوها وان شاء الله ما رح تندمو و ازا شفتوني بيستاهل بتمنى الدعم بلايك ومشاركة المقطع ان شاء الله بشوفكم بفيديو جديد وافكار جديدي كونوا بالانتظار وسلام شكرا موسيقى 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 موسيقى